الإبراكسيس ليسيئ إليهم فقتل يعقوب أخ يحن بالسيف فلما رأى أن الأمر يرد اليهود عاد ليقبض على بطرس أيضا وكانت أيام الفطير وهذا لما قبض عليه وضعه في السجن وأسلمه لأربعة أرابع من الجند ليحفظه ظن بأن يقدمه إلى الشعب بعد الفصح فكان بطرس محروسا في السجن وكانت الكنائس تصلي إلى الله من أجله بلجاجة ولما عزم هيرودس أن يقدم في تلك الليلة كان بطرس نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين وكان يوجد حراس على الأبواب يحرسون السجن وإذا ملاك ربي أقبل ونور أضاء في البيت فلكز جنب بطرس وأقامه وقال له كم عاجلا فسقطت السلسلتان من يديه وقال له الملاك طمنتك والبسن عليك ففعل كذلك فقال له التف بردائك واتبعني فخرج وتبعه ولم يكن يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حقه بل كان يظن بأن ما رآه هو رؤيا فلما جازا المحرس الأول والثاني وآتيا إلى الباب الحديد الذي يخرج إلى المدينة إن فتح لهما من ذاته فلما خرجا وجازا زقاقا واحدا للوقت ذهب عنه الملاك فلما رجع بطرس إلى نفسه قال الآن علمت حقا أن الرب قد أرسل ملاكه ونجان من يده رودس ومن كل انتظار شعب اليهود فلما رأى أقبل إلى منزل مريم أم يحنى الذي يدعى ماركوس الموضع الذي كان فيه يجتمع الجمع ليصلي فلما قرع بطرس باب الدهليزي خرجت جارية اسمها رودة لتجاوبهم فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح غلق غلقت الباب من الفرح بل رقدت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف على الباب فقال لها أنت تهزين أما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو الحاصل فقال له إنه ملاكه وأما بطرس فلبس يقرع فلما فتح ورؤوه اندهج فأشار إليهم بيده قائلا اسكتوا وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن وقال لهم أخبروا رعقوبة والإخوة بهذا ثم خرج وذهب إلى موضع آخر فلما سار النهار حصل التراب ليس بقليل بين العسكري ترى ماذا دار لبطرس وأما هيرودس فلما بحث عليه ولم يجده عزب الحراس وأمر أن يقتلوا ثم خرج من اليهودية إلى كيصرية وأقام هناك وكان هيرودس ساخطا على السوريين والصيداويين فحضروا إليه بنفس واحدة واستعتفوا بلاستوس النازر على مدقع الملك وصاوي التمسون المصالحة لأن كورتهم كانت تقتات من مملكته ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوقية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم فصرخ الشعب قائلا هذا صوت إله لا صوت إنسان ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجدل الله فدود ومات وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد لم تزل كلمة رب تنمو وتقصر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة آمين